أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجرين موقف إبليس غريب جدا هو حالة شبيهة تماما بما يوجد لدى الإنسان بما يوجد لدى الشخص من رعونة وجرأة على معصية الله هم تماما هؤلاء الذين يتمسكون بالعادات ويريدون أن يستهزئوا بالله ويستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أيضا هكذا يتميز بالطيش والفضاظة إلى أقصى درجة على مستوى كبير جدا من القبح والجرأة مثل هذه العقلية موجودة في الحقيقة وأنا لاحظت ذلك هي عقلية مبنية على القبح والجرأة انظر يقول خلقت الإنسان من طين وخلقتني من النار من أين لك أن الطين خبيث ومن أين لك أن النار طيبة على أي أساس بنيت حكمك ففي كل منهما روح الله تعالى لكن تلك الروح المتكبرة سكنت فيه إلى متى ذلك إلى الأبد هذه الرعونة لا تفارقه وهذه صفة تلاحظ لدى الكثير من الناس هذه الخاصية خاصية الكبر والرعونة نلاحظها عند الكثير من الناس يقول مثلاً حاشا لله لو كنت مكان الله لما وضعت أحداً في جهنم هكذا يقول لمجرد مصلحة بسيطة يجن جنونك ما أشد تكبرك وما أشد ظلمك ما أبعد عقلك عن قدرة الله تعالى فماذا تحسب نفسك من أعطاه العقل هو الله ومن منحه القدرة على الكلام هو الله لكن لا علم له بذلك يعتقد أنه بقدرته يتكلم ويعتقد أن كفره لا حدود له والحال أن للكفر كذلك حدوداً وهو لن يقدر على أن يقول إلا ما يشاء الله له أن يقول نعم أستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين انظر هي قمة الكبر أسلوب التكبر القديم ثم كيف للإنسان أن يقدم على هذه الجرأة إذا الله تعالى كيف تكونت لديه روح لا مبالاة هذه فعلاً شيء مدهش ترى الواحد على فراش الموت وهو لم يترك بعد عبارات السخرية تراه يطلق عبارات بلهاء فعلاً ما يصدر عن الإنسان شيء محير هذه القوة الشيطانية التي تسكن الكثير من الناس هي في حد ذاتها معجزة فالأمر الطبيعي أن يخشى الإنسان الله سبحانه فهو كائن عاجز تمام العجز أستاذي إن الطاعة ثقيلة جداً على المنافقين المنافق مثير للحيرة فهو مسلم بين المسلمين وفي الوقت نفسه عدو لهم لا يوجد تفسير لحمقه وحسب اعتقادي فإن المنافق أشد خطراً من الشيطان ذاته نعم أستمع إليك قال فاخرج منها فإنك رجيم كان يعتقد أنه لن يخرج منها وما زال يعتقد أنه قادر على إظهار التكبر في الجنة حتى قال الله تعالى أخرج هناك أصناف من الناس هكذا تماماً بسبب تكبره لا يتراجع ثم هو يقول لله تعالى هذه المرة أنظرني وسوف أضل هؤلاء جميعاً ولن تجد أكثرهم شاكرين إبليس يقول أنا على حق والله عز وجل يجيب إبليس إلى طلبه في الواقع إن الناس يتبعون خطوات الشيطان إلا من رحم الله منهم وهم قليل أجل أستمع إليك يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً في الحقيقة أتباع الشيطان على درجة كبيرة جداً من الحمق هم لا يعقلون أما المسلمون فهم يتصرفون بحكمة ويسيرون على هدى من القرآن فلا يضلون ولا تتشوش عقولهم فهم صبورون يوكلون أمرهم إلى الله في كل شيء والمسلم لا يقول سوف أصارع الشيطان بنفسي اعتماداً على ما عندي من ذكاء وفطنة بل يقول سوف أصارع الشيطان اعتماداً على ما وهبني الله تعالى من عقل وإذا ظهر له أنه لم يصب في شيء فهو يعتقد أن في ذلك خيراً له يقول لقد فكرت لكن تفكيري قادني إلى طريق خطأ وإذا توكلت على الله تعالى فكل ما يحصل لك خير وبالطبع فإن المقصود بالجهاد في الآية الكريمة هو السعي والعمل السعي في طلب العلم وكل ما فيه جهد من العمل لكن عندما تذكر كلمة الجهاد فإن أغلب الناس يفهمه على أن المقصود به هو القتل والذبح بينما الجهاد شيء آخر والجهد شيء آخر هو السعي أستاذي الله تعالى في إحدى الآيات يتحدث عن المنطق الغريب عند الشيطان أستعيد بالله من الشيطان الرجيم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الشيطان كائن غريب وأخرق هو صورة للإنسان الذي لا شخصية له تتبدى فيه صفات النفاق والكبر وانعدام الشخصية وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين سوف تلحقه اللعنة إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون بمعنى يعتقد أنه على حق نفسه تطمئنه كأنه يقول لها لقد حصلت على ما أريد غلبت عليه أنانيته فهو يرى نفسه أكبر من حجمها الحقيقي وظن أنه سوف يعيش في أمان إلى الأبد قال فإنك من المنظرين بالطبع الله تعالى لو أراد لأباده تماما والله تعالى هو من منحه تلك القوة وهو من أعطاه تلك القدرة من خلقها جميعا هو الله ربنا هو الذي أراد إيجاد مثل هذا الكائن لأن ذلك من مقتضيات الإمتحان بسببه يعني بسبب الشيطان يكون الإنسان قد اجتاز امتحانا حقيقيا والإنسان يصل إلى النضج بمجاهدة النفس والشيطان بهذا تبلغ الكمال الذي تنشده سيدي الإنس والجن كذلك يتحدثون عن الشيطان فهل هذا يعني أنهم من زمرة الشيطان؟ يوجد شياطين الإنس يتجولون في الطرقات عندما يذكر الشيطان يتبادر إلى الأذهان كائنات لها قرون أو أذيال أن تترى الشيطان في الإنسان العادي في الشارع يوجد شياطين من النساء يوجد شياطين من الرجال عددهم كبير جدا ويوجد أيضا شياطين من الجن لكن هؤلاء لا يمكن رؤيتهم وهم يسلطون على الإنسان يلازمه يسكن في رأسه يتسلل إلى دماغه يجتهد في إغوائه لكن سلطانه ضعيف فالله تعالى لم يمنحه القوة الكافية فقدرته محدودة ولهذا السبب يقول الله تعالى بمعنى لماذا انهزمتم أمام هذه القدرة الضعيفة وبما أن سلطته ضعيفة فإنه ينبغي للمسلم أن يهزمه بسهولة وينتصر عليه دون عناء أستاذي الله تعالى يقول في الآية السابقة إلى يوم يبعثون لقد شرحت ذلك بأن الإنسان في هذه الدنيا في منام ويمر باختبار ثم يبعث وعند ذاك يجد المؤمن نفسه في الجنة قوله إلى يوم يبعثون إلى هنا تنتهي القصة فعند قيام الساعة يبقى الشيطان مواصلا في غيه لهذا السبب يطلب أن يتم إمهاله إلى يوم يبعثون يخدع الناس ويضلهم ثم بعد ذلك يقول إني أخاف الله هذا انعكاس خبيث لتلك الروح الخبيثة صاحب القوة الغبية يوقع الإنسان في حيرة كبيرة في الحقيقة هناك أناس كثيرون يندهش المرء لما فيهم من غباء يندهش لما يعتريهم من جنون فمثلا يعمد الرجل إلى قتل زوجته ثم يمشي في جنازتها ويزعم أنه يموت في حبها الله تعالى عندما يتحدث عن موقف المنافقين يقول إنهم يستمعون لما يقوله المسلمون ويستنكر عليهم فعلهم هذا فتصرفهم تصرفهم هذا تصرف غريب وما ينبغي لهم أن يستمعوا هو يعلم أنه سوف يرجع إلى الله تعالى ويعلم كذلك أنه سوف يسأل ولكن بالرغم من ذلك يتكلم بهذه الطريقة إن الحساب شديد لأولئك الذين يسخرون من الآخرة ويستهزئون بها بينما هم في لحظات الموت الأخيرة هؤلاء لا يخافون الله تعالى تقول له انتبه أنت تموت نهايتك الموت لكنه لا يعبأ بذلك ولا يبالي غبي للأسف مصيره جهنم لكنه غافل عن ذلك ولا فرق عنده الله تعالى يقول عنهم بمعنى إنهم لن يرجعوا عن تفكيرهم هذا حتى الأبد لن يتخلوا عن هذا المنطق الله يقول وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهِ يقول الله تعالى لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهِ خُلِقُوا هكذا على نحو فريد قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أعد مرة أخرى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين تأمل هم يزينون إنكارهم لله تعالى فيكون أحدهم شيوعيا مثلا وقد يكون شيئا آخر الواحد منهم يعتبر أن الإلحاد إضافة نوعية لنفسه استهزاؤهم بالله وبالدين أصبح أمرا ملازما لحياتهم ويمنحهم ذلك اعتزازا كبيرا بالنفس يمنحهم كما غريبا من الأنانية شيء غريب فعلا فهؤلاء مثلا في مناسبات الموت تراهم يتحدثون عن الآخرة بسخرية غريبة في جو من الغرور والأنانية ومع أن مصيرهم إلى جهنم فهم في غيهم الذي اعتادوا عليه وفي جنونهم القديم هذه فعلا معجزة كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر